موسيقى مرحبا بكم متزبعين الكرام معكم معلم زهير كنتمنى من الله تكونوا بألف خير قناة اللي معنا اليوم في الدعم فهي قناة تصاميم وإبداعات كنتمنى منكم تزوروا هذه القناة وتشجعوها بمشاهدة الفيديوهات وبضغط جيم وبالبرتاج وبالاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا بشجعو الأخت على الاستمرارية وعلى بدل المجهودات أكثر وبالتوفيق إن شاء الله للجميع غادي نمروا الخدمة ديالنا كما كتشاهدوا أمامكم الجزء الثاني ديال الخدمة ديالنا ديال الموديل ديال الصورة ديال الكروشي اللي كنديروا تطبيق آه عنه ما اياكم إن شاء الله اليوم ماضي نخدمه آ يعني آه تفاصيل مهمة في هذا الفيديو من هالفتحاد العنق والخدمة ديال كمام و الدرس كذلك دبت تبعوا معي كما كتشوفوا هدي يلهب طادينا اللي خدمنا يعني سابقا بالنسبة ما شاهدش الفيديو يعني رام توفر حاليا في القناة كما كتشاهدوا الفتحة ديال العنق غدي جي عندي هنا يا بعد ما طويتها ونبلتها ام بعد ما كان خدمو يعني الهبطات بتلاتة بهم كننبلوا بحالها كالفتحات العنق كنجمعوا البياسة من الكتاف يعني ديالها هي الاولى كنركزوه القب ديالنا الدور هذا القب يعني كنجمعوه هو الاول عاديك ساعة كنطوية وهتا هو مع الفتحات العنق نفس الطوية والنبلوه باش نخدموه الدريس الخدمة ديالنا ديال القسيم ديال الشبيكة ديالنا ونديرو فوق هاد الدريس يعني اللي غادي نخدموه من تفاصيل البياسة ما تنسوش ان الموديل في تفاصيل عديدة مشي غي الترزل اللي مهمة فهمتو يعني من بعد ما كننبلو هنا يا جو الجيهات يعني كنديرو القلبية ديالتو كنقلبو التوب وننبلوه دابا انتو ما نقلبت معاكم الخدمة الظهر ديالها كما كتشوفو ويجيو الفتحات العنق يعني الجيهة دلوجه دابا غادي نفرق الخدمة ديالنا هي الاولى لان نوع خرقيق على ثلاثة ديال الغرزات يعني عندها الشبيكة ديالها تاهية كما شتوف البياسة اللي طلبته كنحتاجو للحرير على جوج الشعرات الحرير ديال القصبة كما كتشوفو يعني مبروم اه فيه ربعة ديال الشعرات كنبرموه على اه جوج يعني كنفرقوه وكنجمعوه كيرجعنا على ربعة ديال الشعرات كما كيخدمو الاخوات الكروشي بالقصبة ديريكت بربعة الشعرات دابا اه وعدنا الايبار النمرة سبعة دابا كما كتشوفو عندي هنا ثلاثة ديال الغرز غادي نقسم الخدمة ديالي جوج جيهات باش غا تمشي ليا مع القب دائرية مع القب تنرجع نسدها هنا في الفتحة ديال العنق في النهاية النقطة البداية غا تكون هي النقطة النهاية فاش نسالي والخدمة ديالنا غادي ناخد دابا الفتحة ديالنا غا نبدأ بها بسم الله على بركة الله غادي نبدأ الخدمة ديالنا كما كتشوفو عندي هنا هالعوينة الاولى ثانية ثالثة يعني ثلاثة ديال العوينات هنجيل هنا الوسطانية عين الوسطانية ونركب فيها السريفة ديال الفتلة ديالي كما تتبعوا معي جيدا كما تفهموا طريقة نضع الخط الدائري في الاتجاه الفوق نهز هذه الغرزة اللي بقاتلي هنا بشتو هنوقف داك العوينة ديال داك الغرزة ديال السريفة هنجي كدالك هنا يفتوب كما كتشوفو نفس الماسافة اللي كنت غادي بها في الهبطة ديالي كنا نعاود نفس الشيء يعني غرزة ديال التوب فوق الدقة الاولى يعني باش كنضوب لها باش كتعطي دك الحبة يعني بحل الخدمات الكروشي داك هنا هنجيو نهز هذه الخيط بغرزة الفوق بشتو بحال هكاك اتقلنا داك المكان داك الغرزة احدى كذلك كما كنا نخدمه في الهبطة ديال البياسة ديالنا هنضير غرزة تانية هنشد الغرزة كذلك هنا يا فهد الخدمة الموالية في كنت تستريفها في الاول ونقذ العين الاولى يعني الغرزة الاولى هنجيو نرجع مباشرة نهز هذه الخيطة التي كنت تستطيع هنا ديال الغرزة التانية ونوقف بحال هكا الخدمة ديالي لاحظوا مزين شنو هنجيو ندير الخيط الدائري هنا الفوق في هذا الاتجاه هنجيو نرد هنا الخيط لهذا الجانب باش تبقى ليدك العوينة ديال داك الغريزة بحالي درت في الاول فاش تستريفه هنكملوا الخدمة ديالنا عادي نفس المسافة في التوب ونخليوا كذلك نفس العبار ديال الخيط كما خدمنا في السابق نعودوا هنا الدقة ديال التوب نهز هذه الخيط بغرزة هنا الفوق كما تشوفوا نبقى لي المكان ديال غرزة احدى نشد في ذاك العوينة اللي كنت خليت سابقا بغرزة نرجع مباشرة نهز هذه العوينة اللي كنت كونت هنا سابقا بغرزة الثانية نفس الشيء دابا نرجع كذلك بالخيط بدك العوينة في الجانب باش نكمل شبيكة ديالي نفس الطريقة ونفس التقنية سنرد الخيط دائري في هذه التجال الفوق سنشد الخيط ها انتم ما كتشوفو كيجي مائل سنشده بالغرزة الثانية في التوب سنرد الخيط التحت سننطلع بذاك الغرزة في الخيط سنوقفو بهذاك الخيط نزيد الغرزة الثانية لنخدم بها ذاك الحاشية ديال الجانب ديالنا نشد هنا في هذه العوينة بغرزة سنرجع نخدم الغرزة ديال العوينة اللي خليت سابقا بهاك نوقف بحال هاك هذه الخدمة ديالي سنرجع بهذا الغرزة في الجانب باش نكون هذه العوينة اللي كتشوفوه وقفت لانه هي اللي نشدها في الخدمة من بعد سوف نبقى غادي بحال هاك نفس الطريقة ونفس التقنية نبقى غادي مع الفتحات العنق وفيش كنت سالة كالقراسي يعني ملسق القب كنمشي مباشرة مع القب نفس الشيء كندور مع الدورة ديال القب تالاخير ديالو كذلك كنوصل لفتحات العنق التانية المقابلة ديال هادي صافراني كنخدمها التاهية وكنسد الخدمة هنا فين بديت تفاهمنا دابا كنكمل الخدمة ديالي كما وريتكم نفس الطريقة ونفس التقنية نفس الطريقة يعني هذو تفاصيل مهمة ما كنبغيوش نحملوها باش كل شيء يستفد ولي عشقات هاد الموديل او جاه الطالب عليه باش تخدمو يعني تخدم كل شيء يعني متقون كل شيء يعلاحقه طريقه من الاول الاخير لان ما يمكنش الخدمة ديالنا ديال هبطة ديال الموديل كما تشاهدو في الصورة وحنا ندخلو لها يعني خدمة اخرى يعني بالنسبة للقب او الكمام او درس مغاير يعني راكي تمس داك ندرع الجمالية ديال الموديل الاصلي ولهذا احنا كنمشيو جميع تفاصيل يعني خطوة بخطوة يعني ليس مهم غير الهبطة وطريزة صافرة نقولوا يعني عرفنا كيفاش نخدمو الموديل كله اذا بك ندروا مع الخدمة كما تشاهدو كما تلكم بحال ذا بانتو مدرتو على القب وهانتو ما يعني وصلتو هنا الافتحة ديال العنق انا نوريكم يعني انتم ما كتشوفوا الخدمة ديالنا كيجات رادي نوريكم دابا كيفاش رادي نسدو يعني الخدمة ديالنا هنا في النهاية كيفاش نوتقوها يعني في الاخير كما تشوفوا الفيديو كله مهم يعني بالشرح ويعني والتقنيات والطرق هنوريكم ان شاء الله دابا من بعد هاد الشيء يعني الكمام بقاوا معايا باش تعرفوا كيفاش تخدموها وتبدوها في الكم ان شاء الله اه في نفس الفيديو غادي نديرو الدريس اللي غادي يجي مواتي وموالم لهذا الموديل ويجي معاه يعني اه شي حاجة تناسقه كما تشاهدوا في الصورة ديال الخدمة ديال الكروشي تحية الاخوات والمعلمات اللي كي خدموا هاد الفن الراقي ديال الكروشي وتهوما يعني اه كي يبدعوا فيه وكي يمتعونا بزواقات وبأشكال رائعة كنتمنى لهم النجاح والاستمرارية والتوفيق للجميع كما تشاهدوا وصلت للنهاية الخدمة ديالي لاحظوا مزيان هندي الخيط دائري هنا يلي تحت وهذه نشد في نفس الغرزة الواسط اللي كنت شديت فيها السريفة وهذه نربط هنا يلي الخدمة ديالي كما تشاهدوا بغرزة يعني ضراندة يعني مزيرة وهذه الخيط غنكمل به عاو تاني نبدأ به من نقطة البداية اللي بديت بها الاول في الشبكة ونكمل به الدريس ديالي اللي غنوريكم ان شاء الله يعني بعد قريب من بعد ما نخدمو اه الشبكة للكمام دبا كما كتشوفو هدا هو الشكل النهائي ديال الخدمة ديالنا كيفاش كي يجي هنتو ما فاش كنقلبو يعني الفتحات العنق ديالنا مع القب كي يجي الشكل دياله بهتشبكة شي حاجة راقية ومميازة ومتناسقة مع الخدمة ديالنا ديال الهبيطة وشكل يعني اه متقن ويعني وبسيط ورغم ذلك يعني شي حاجة فخمة وانيقة اه كنتمنا تجربوها وتشوفو يعني بعينيكم يعني شنو كنقولكم هنتو ما هدوش شكل ديال الخدمة ديالنا كيفاش كي يجي دبا سالينا الفتحة ديال العنق وخدمة ديال القب بالنسبة لهاد القسيم ديال الهبطة ديالنا دبا غدين مروا الخدمة شتوفة كنقلبو القب يعني تتوب ديال القلبية اللي ينبلنا ما كيبقاش يبان هنا في الوجه ديال الخدمة يعني الفينيسيون شي حاجة مهمة في البياسة باش كتطلع شي حاجة نقية يعني في اللبسة وفي الشوفة دبا غدين مروا اه الخدمة ديال الكمام اه الطريقة ديال الشبيكة كما كتشوفو دبا هدو مالكمام ديالنا نخلي ديال سنتيم اللي غدين طويوا ديال الملاقية دابا ندور رصد لكم ديالنا اول حاجة بسم الله على بركات الله غدين ديروا السريفة في التوب غدين ديروا الغرزة 6 غرزة الأولى غدين نرجع في هذه العوينة اللي بين جوج غرز ديال التوب غدين نخدمها حالها يعني غدين نبني العمود ديال الغرز باش تفهموه غدين نبني فيه العادات ديال الجوج غرز باش نبدأ الشبيكة ديال الخدمة ديالي لانا في الهبطة خدمناها مدوبة لعلى الجوج جيهات خدمنا فيها ثلاثة الغرز يعني كسبقة الغرزة مشتركة الوسط هنا ياخذني جوج الغرز انا خدمتهم الخيط الدائري الفوق كما تشوفوه في نفس المكان اللي عندي فيه الغرزة يعني العوينة الثانية غدي ندير تماية الغرزة باش نرجع يعني الخيط للجانب ونكون داك العوينة اللي غدي نهز في الخدمة من بعد كي مدرنا في الفتحات العنق وفي الخدمة الغرزة تبع معايا بعد ما رجعت بالخيط هنا في هذا الجانب بهذه الغرزة نخلي الغرزة يعني الغرزة يعني الغرزة يعني الغرزة يعني الغرزة يعني فارغة ما نديروهاش كما كتشوفوا نفس الشيء ما تنساوش ما ضوبلو هذه الغرزة يعني دير الشبيكة اللي كان ديرو في التوب في الأول ما درتهاش في الأول لأنه كان بني وغيغ وراز دراندا عادي نفس الشيء نرط الخيط دائري في هذه الغرزة وغادي ندير الغرزة ثانية لجنب الغرزة اللي وقفت بها الخيط غادي نشد هنا ذاك العوينة اللي رجعت الغرزة الجانب باش نكونها باش نرجع نخدمها من باك هنهز كذلك هاد العوينة ديال هاد الغرزة اللي خدمت هاد 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 نتمنى تكون الرؤية واضحة والشرح مفهوم هنكملوا خدمة ديالنا بحال هاد في نفس المكان اللي فيه الغرزة نعودوا في نفس الغرزة في الجانب باش يعطينا ذاك العوينة ديال الجانب ثم نقز بالخيط نفس المسافة نعود الدقة ديال التوب نهز الخيط عادي حركة بغرزة يبقى ذاك الفراغ داك العوينات يعني فوق الدقة ديال التوب كذلك نهز دائما داك العوينات اللي عندي في الجانب باش نرجع في الخدمة ديالي باتجاه ديالي من اللي يمين اللي يصار كذلك الخيط هنا يخصني غرزة ضرورية كنكونها هنا مع هاد الغرزة الاخيرة نفس المكان كنعود فيه الغرزة باش كنكون هاد العوينا اللي شفته كنستمر في الخدمة ديالي عادي نفس التقنية ونفس الطريقة اللي خدمت معاكم في الاستحاد العنق كنبقى وغادين هكا مع الكم ديالنا حتى الاخير ديالي يعني كنخليو سنتيم قبل الاخير ديالي 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 كنكمله يعني الخدمة ديالنا من بعد كنديرو الدريس كما كتشوفوا الخدمة ديالنا كتمشي بهات الشكل مع الكم كله كما كتشاهدوا في الصورة أمامكم الدريس كيفاش داير يعني ما يجيش قوس كله بشبيك كي يجيغن نصف دياله ومشيوك يعني في الواسط باغادين. بدأ الدريس ديالنا كما كتشوفوا حال هذا هو الكم كله مخدوم بالشبيكة هنجيو هنا يا ونبدو على بركاتي الله غد نديرو اول حاجة السريفة اول عوينة هنجيو للعوينة المقابل يعني الموالية هنديرو فيها الغرزة ثانية هنهزو ذاك العوينة السابقة ونلويو على الإبرة ثلاثة دلويات باش نديرو الشوكة دياننا كما كتشوفو ثلاثة دلويات كتجي الشوكة دي ما نقررها كتجي واقفة في الخدمة يعني حسن ما تلويو جوج دلويات هنسوما بعد ما كنغلف الشوكة دياني عادي فعوتما ندير دقافته كما موالفين سوف نرجع انا هنا والخيط الدائري لتحت هنهز هات الشوكة بغرزة عادية سوف نهزها من الرأس باش نرجع بالخيط للرأس الشوكة الفوق سوف نلاحظوا معي شوان ديرو ننقذ العوينة الاولى والثانية وناخذ العوينة الثالثة ونخلل الخيط يعني قصير ما طويش بزاف او قوس يعني يجي غادي مائل بحل مثلات لاناني ما بغيتوش يجي عاطي دك دوران يعني بزاف باش ما يجيش غالب على الجهة اللي عمرت فيها الشوكة كما تشوفو فعود ما نمشي بالحبيك هادي واحد تقنية زوية وانا بغيتكم تشوفوها فعود ما نمشي بالحبيك ونرجعو نضوبل ونعاودو انها بطوب الحبيك كي يجي مضوبل يعني مهرس من الواسط لاحظو مزيان شوفو شنو درتانا ارجعت بربعات الغوراز عاديين يعني ملاسقين عند بعدياتهم يعني انا ما نهزوهم شوفو الخدمة لاحظو مزيان شنو درت هزيت الراس دي الشوكة السابقة الايبرة ولويت ثلاثة اللويات ودرت مباشرة فيها يعني اه شوكة ولاحظو مزيان فيش غلفتها غلفتها بحبكة ما غلفتهاش بغرزة كيمة موالفين مباشرة من الحبكة دي الشوكة كنتاقل الحبيك فوق هاد الخيط مباشرة اللي عمرت فيه الغوراز هنا عليش درنا هاد الطريقة لان الحبيك يجي نضعيف فوق خيط واحد يعني دي الجوش شعراز يعني من الاحسن نخدمو في الاول يعني نرجعو بالغوراز وعاد نعمرو في الاخير الحبيك لاحظو الحبيك كيجي عاطي واحد السمك يعني واحد العرض ويعني وكبير وكيبان كأنهم خدوم يعني بحرير غليده هو غبجو الشعرات كيجي واقف مزيان في الخدمة يعني الصح ليتمكن يعني طريقة ما يبقاش يتلوى الحبيك من بعد في الصابون او يعني في اللبس فهمتو يعني هاد طريقة كتتوقفو الخيط بالغوراز هما الاولين وعاد كترجعو فيه في الحبيك يعني كيجي باين تفشوفة وكيجي يعني شاد دراس وواقف مزيان كيما كتشوفوا الشوكة الاولى كنغلفها عادي بالغرزة وكنرجع فيها فراس بغرزة مباشرة كما كتشوفوا نفس الماسافة كننقذ جوج العوينات والعوينات الثالثة فيها كندير الخيط والخيط يقدني ربعات الغوراز يجيوا يعني متقاربين عند بعضياتهم يعني بحالي كنخدمو المسوس هانتو مالغرزة الرابعة غنجبد بها الغوراز كلها في الخيط باش توقف كما كتشوفوا الشكل ديال الدريس ديالنا كيجي مغاير على اللي تخدم سابقا يعني تقنية وفكرة جديدة خاصة بهذا الموديل خاصة بالمعلم زهير حصريا كما كتشوفوا كنوقف الشوكة قبل ما كنحبك يعني التانية فوق الشوكة الاولى كنغلفها بالحبكة يعني عاد كنبدأ نحبك ذاك الخيط اللي عمرته بالغوراز كنحبك فوق ذاك الغوراز وكنحبك يعني الحبيك ديالي يجي متقون يعني متساوي مع بعضياته ومتقارب كما كتشوفوا أنا ما كنحبكش بالعادات كنحبك غيب عيني ميزاني كنقن نخدم تكن عمر يعني الخيط كيجي نفس العادات ونفس العبار كنوقفو هنا يا دريس ديالنا من هات الشوكات اللي حبكنا كما كتشوفوا كيجي مائل يعني على شكل مثلاتات اسهم كيجي مائل بالحبيك وعندو الشوكة يعني فراس يعني العوينة الموالية مباشرة كنديرو فيها الغرزة الاولى في هاك الخدمو الشوكة الاولى ديالنا كذلك كنغلفوها عادي كما كيعرف كل شي يعني ماشي بحبكة كنغلفوها بغرزة كما كتشوفوا كنرجع مباشرة فراس ديالهات الشوكة باش كتعطيني ذاك اللي ارتفاع باش كيجيني هات الخيط مائل نحن نحاول ما امكن نخدم لكم حاجاتكم طبقة الموديل اللي تحت الطلب اللي طلبوا الاخواز باش يجي شكل يعني قريب يعني 100% ويجي يعني شي حاجة عندها جمالية خاصة وشكل يعني ديالها قريب ما كنتشوفوا ما خدمتش اي درس يعني مع الخدمة ديالنا هنا ايا ما كنديرش الغرزة عادي كنهز يعني الشوكة كنهزها مباشرة من اللي عوينا ديال الشوكة اللي درت التحت كان نغلف هنا يا الشوكة بحبكة وحدة يعني من نفس المكان اللي قدرت منه الشوكة الحبكة التانية كنتنتاقل بيها مباشرة في الخيط اللي عمرته بالغرز يعني هذا هو الدريس ديالنا كانت منه يكون الشرح مفهوم تكون الرؤية واضحة وتكونوا استفتوا معنا من هاد الفيديو اللي كلهم تنوع بتفاصيل هاد الموديل كما كنتشوفوا كان وقفوا الدريس ديالي مشوكة بحال هكا هنتم ثم ثلاثة ديال الدريسات خدمت معاكم يعني باش تعرفوا التقنية والطريقة كنتستمروا بحال هكا هدا هو الشكل النهائي ديال الدريس ديالنا اه كنتمنى ان الاعجاب ديالكم هنتم في القب بحال هكا كفاش يتقلب فوق البياسة شتوكي غايجي الشكل ديالو شي حاجة منتهى الاناقة والروعة كنتمنى ان الاعجاب ديالكم تكونوا استفدوا معنا متبخلوش على هاد الفيديو بالمشاهدة هذا وبالبارتاج وبجيم باش يطلعوا يبان الاكبر عدد من الناس ويستفدوا مع هاد العمل الرائع اللي بدلنا فيه مجهودات وتاعب كنتمنى انتم اما ما تبخلوش علينا بتشجيعاتكم اه وبالنسبة لما اشتركوا في القناة كنتمنى اشترك معنا ويفعل الجرس باش دائما يتوصل كل جديد ووصلنا من نهاية الفيديو ديالنا هذا وش كير ديال بتريس ديالنا كيفاش كيجي فوق التوب مباشرة وفوق شبيكة ديال موديل ديالنا الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله مع المعلم زهير واعمال اخرى وبتوفيق ان شاء الله لجميع موسيقى